الحادي وثلاثون من شهر كانون الأول عام الفين وتسعة عشر كان نقطة تحول في ملف الصراع الأمريكي الإيراني على أرض العراق هذا اليوم شهد مهاجمة أنصار ميليشيا الحشد لمقر سفارة الأمريكية في بغداد بعد غارة أمريكية على مواقع لميليشيا حزب الله في قضاء القائم غربي الأنبار أسفرت عن مقتل تسعة عشر عنصرا وإصابة آخرين وذلك ردا على مقتل متعاقد أمريكي في قاعدة كايوان في كاركوك بهجوم صاروخي شنته ميليشيا حزب الله أفراد الميليشيات هاجموا حينها مبنى سفارة واشنطن داخل المنطقة الخضراء بعد نحو ساعتين من التجمهر حول مقرها ليتسلق عدد منهم أسوار السفارة مقتحمين باحتها الأمامية وعدة مرافق خدمية حيث أضرموا النيران في غرف الاستعلامات وحطموا كاميرات مراقبة مختتمين ما عدوه اعتصاما أمام بوابة السفارة بكتابة عبارات على جدرانها تمجد بإيران وقادتها ويؤكد مسؤولون حكوميون أن عملية الاقتحام تمت بعلم حكومة المستقيل عادل عبد المهدي حيث تم السماح للاقتحام بشكل مسبق على أنه احتجاج في الشارع المقابل للسفارة وعود التحقيق في عملية اقتحام السفارة الأمريكية التي أطلقها عبد المهدي أنذاك في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو لم تستمر إلا يوما واحدا فقط لكن الاتهامات الأمريكية أشارت إلى تورط كل من زعيم ميليشيا بدرهادي العامري وزعيم ميليشيا العصائب قيس الخزعلي وزعيم ميليشيا النجباء أكرم الكعبي وعبد العزيز المحمداوي المعروف بأبو فدك القيادي البارس في ميليشيا حزب الله إلى جانب أبو مهدي المهندس بالإعداد للعملية والإشراف على تنفيذها رد واشنطن على اقتحام سفارتها جاء سريعا بعد نحو ثلاثة أيام فقط باغتيال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس بغارة أمريكية استهدفت موكبهما بالقرب من مطار بغداد ومع حلول الذكرى الأولى لمقتل سليماني والمهندس تواصل القوات الأمنية انتشارا مكثفا بمحيط المنطقة الخضراء ومناطق عدة في بغداد تحسبا لتكرار هجمات الميليشيات الصاروخية على السفارة الأمريكية إذ يؤكد مسؤولون حكوميون أن الرد العسكري الأمريكي على أي هجوم قادم على السفارة بات أقرب من أي وقت مضى لسيما بعد إعلان واشنطن تقديمها دعما عسكريا للقوات الأمنية لمساعدة الأخيرة على تأمين المنطقة الخضراء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر